السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد المصري من كدس بند البرمجيات النهاردة ان شاء الله هنحل جميع المشاكل اللي ممكن تواجهك لما تنقل ملف من جهاز لجهاز اخر او تحمل ملف من الانترنت وما اشتغلش معاك ان شاء الله النهاردة هنحل كل المشاكل دي في هذا الفيديو رجاء اذا استفدت من هذا الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الاكسز. يلا بينا نبدأ الشغل على بركة الله. ده ملف انا محمله من على الانترنت. لو انا عايز اشغل الملف ده طبعا الملف ده انا حملته من على آآ الواتس ااب. فدلوقتي هفتح الملف بنسخة اوفيس تلتمية خمسة وستين اللي تم حظر المحتوى الناشط في هذا الملف راجع اعدادات مركز التوصيق او اتصل بمسؤول تكنولوجيا المعلومات. طيب. لو ضغطت كده موافق. وفتحت هلاقي انه بيقول لي مخاطرة الامام قامت مايكروسوفت بمنع تشغيل وحدات الماكرو لان مصدر هذا الملف غير موثوقة او غير موثوك به. طيب. آآ وبطل يجيب لي الاكواد. يعني الاكواد كده مش شغالة. المفروض انه بيجيب اسعار العملات. طبعا كده مش شغال ومش جايب اسعار العملات. ولو ضغطت مش هشغل ومش هيحدث. طيب انا احل المشكلة دي ازاي? حتى لو ضغطت على المعرفة المزيد هيدخلني على موقع الانترنت آآ الخاص بمايكروسوفت. هلاقي انه بيقول لي ان الملف آآ معمول للوكت. والمفروض ان انا اعمل له انلوكت. طيب. تعالوا دلوقتي نشوف. هقفل آآ البرنامج. وهاجي اضغط كليكي مين على البرنامج. وهضغط خصائص. هلاقي ان فعلا الملف معمول له انلوك. آآ معمول له لوكت. هضغط بس على كلمة انلوك وهضغط ابلاي وهضغط موافق. وبكده لو جيت شغلت الملف هاشتغل معايا آآ الملف آآ زي ما حضراتكم شايفين. وجاب لي اسعار العملات. والتحديث اشتغل. وجايب لي اسعار العملات زي ما حضراتكم شايفين. طيب ده آآ برنامج اهو انا ممكن دلوقتي اشتغل على البرنامج. هشتغل معايا عادي جدا ما فيش اي مشكلة. طيب دلوقتي هخرج. آآ في مشكلة تانية ممكن تقابلني. ان انا دلوقتي آآ بيجينا المخاطرة حتى لو فكيت الانلوك وبرضو بيعطيني مخاطرة الامان ومش عايزي شغل معايا الملف. يعني ممكن برضو اعمل الانلوك. والملف برضو ما يشتغلش معايا زي ما اوري لحضراتكم دلوقتي على آآ حد كان بعيتلي. زي الصورة دي. زي ما حضراتكم شايفين بيقول لي ان الملف آآ طبعا هو فك برضو عمل انلوك وبرضو الملف آآ لسه ما اشتغلش معاه بالطريقة دي. طيب الكلام ده هنحله ازاي? هنشوف دلوقتي. هنبدأ آآ نفتح آآ قاعدة بيانات اكسس جديدة. وهاجي هنا ادخل على الاعدادات. ادخل على الاعدادات. على كلمة ملف. ثم خيارات او اعدادات. مركز التوصيق او تراست سنتر. وهدخل على اعدادات مركز التوصيق. وهدخل هنا على المواقع الموثوق بها. انا ضايف كزا موقع عندي. هضغط على اضافة موقع جديد. هيقول لي حدد المسار اللي انت عايز آآ يكون مصدر موثوق. هضغط استعراض واحدد مكان الفولدر اللي فيه الملف. طيب انا دلوقتي هروح على الدسكتوب وهختار الفولدر اللي فيه الملف. اهو. ده الفولدر اللي فيه الملف. وهضغط موافق. وهضغط له يتم الثقة بالمجلدات الفرعية بهذا الموقع. علشان لو حطيت فولدر داخل الفولدر ده وعايز اشغل برضو بداخله الملف يشتغل معي. وهضغط موافق. كده خلاص انضاف وهضغط موافق. موافق. كده آآ حلينا المشكلة. ويعتبر الموقع ده او الفولدر ده هيكون فولدر امن آآ من حيث تشغيل الملفات بداخله. اقدر دلوقتي اشغل الملف بكل ثقة. هيشتغل معي الملف ان شاء الله مفيش في اي مشاكل. زي ما حضراتكم شايفيني. طيب في مشكلة تانية. هنبدأ نحلها ان شاء الله مع بعضينا. معظم الناس بيحصل معها انها لما بتعطي برنامج لآآ العميل. البرنامج بيحصل فيه مشكلة على جهاز العميل. ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا. هنقول دلوقتي سبب آآ حل المشكلة دي. هي مشكلتين مش مشكلة واحدة. اول مشكلة هي تحميل الملفات عن طريق الانترنت. والمشكلة دي هنعرضها برضو في الفيديو ده. ان شاء الله. ولكن المشكلة الاساسية آآ اللي هي المشكلة التانية وهي اختلاف اصدارات آآ الاوفيس. الاوفيس طبعا احنا عارفين انه نازل باصدارات مختلفة ولا اقصد آآ اصدارات آآ آآ الفين وعشرة الفين وستاشر او تلتمية خمسة وستين او الفين وتسعتاشر او الفين وعشرين. انا لا اقصد آآ الترتيب ده ولكن اقصد آآ نواة اتنين وتلاتين او اربعة وستين. الاصدارات المختلفة من الاوفيس وهي آآ اصدار اتنين وتلاتين نسخة اتنين وتلاتين بيت ونسخة اربعة وستين بيت. والكلام ده آآ غالبا مش هيحصل في آآ القاعدة البيانات العادية اللي هي ولكن هيحصل بشكل واضح في قواعد البيانات قواعد البيانات المحمية اللي هي معمولة آآ بنظام آآ كملف تنفيذي. وهنشوف الكلام ده بطريقة عملية جدا وواضحة دلوقتي حالا هنشوف الكلام ده. انا حاليا عندي نسختين آآ آآ اوفيس. نسخة آآ الفين وعشرة آآ اتنين وتلاتين بيت. ونسخة تلتمية خمسة وستين اربعة وستين بيت. وهنشوف دلوقتي ان الملف العادي هيشتغل على الاتنين. يعني لو شغلته حاليا بنسخة اتنين وتلاتين. هيشتغل معايا مش هيعطيني اي مشكلة وهيقول لي آآ الاوامر بتاعتك شغالة تمام. لو شغلناها بنسخة تانية اربعة وستين بيت. تعالوا نشغل بنسخة الاربعة وستين بيت. اشتغل آآ معايا وبرضو هيقول لي الاوامر بتاعتك شغالة تمام. يبقى انا حاليا مفيش عندي مشكلة في قواعد البيانات العادية اللي بامتداد آآ يعني اللي امتداد بتاعها اي سي سي دي بي. طيب امال فين المشكلة? المشكلة لما نعمل آآ البرنامج آآ نحفظه كاعدة بيانات تعالوا نشوف كده آآ آآ كاعدة بيانات آآ تنفيزية. طيب الكلام ده آآ تعالوا نشوف دلوقتي نحفظ. هنحفظ ايتش ايتش خليها ايتش ايتش عادي. ونقول له اتحافظت. طيب. انا حفظت دلوقتي وانا على نسخة اللي اتنين وتلاتين. ازا الملف الجديد اللي هو اكسس دي اي نلاحظ كويس جدا. لو انا كنت انشأته وانا وانا آآ بداخل آآ نسخة اتنين وتلاتين يبقى الملف الجديد ده مش هيشتغل غير على نسخة اتنين وتلاتين. طيب تعالوا نشوف تجربة عملية. نفتح البرنامج حاليا آآ اللي هو الجديد ده بنسخة اللي اتنين وتلاتين ونشغل هيشتغل معانا ممتاز مفيش فيه اي مشكلة. طيب تعالوا نشغلوا بنسخة اللي اربعة وستين اللي تم انشاء قاعدة البيانات هذه بواسطة اصدار اللي اتنين وتلاتين بيت. طيب ممتاز جدا. يعني انا عندي المشكلة بتظهر لما بنشئ آآ ملف تنفيذي اللي هو اكسيس دي اي. لما بنشئه على آآ نسخة اللي اتنين وتلاتين لازم تكون النسخة اللي هيشتغل عليها اتنين وتلاتين. ولو انشأته على نسخة اللي اربعة وستين زي ما هننشئ دلوقتي. تعالوا نفتح العادي. مش هنفتح طبعا ده هنفتح القاعدة البيانات العادية. ولكن هنفتحها بنسخة اللي اربعة وستين وهننشئ نحفظها كآآآآ سيتم اجراء تحويل برمج الملف غير قابل للتنفيذ آآ اللي هو هنضغط عليها ونضغط حفظ باسم وهنسميها مثلا آآ ونضغط حفظ. تعالوا نشوف دلوقتي ان الكاي كاي اللي احنا آآ انشأناه اللي هو ده مش هيقبل يشتغل على نسخة اللي اتنين وتلاتين. شايفين? ما اشتغلش على نسخة اللي اتنين وتلاتين. وقال لي قعدة البيانات دي تم انشاءها باربعة وستين بيت. يبقى ده اكد الكلام اللي احنا قلناها. تعالوا نشغلها دلوقتي بنسخة الاربعة وستين. هيشتغل بنسخة الاربعة وستين. ما فيش اي مشكلة. والاوامر هتشتغل معانا آآ بطريقة آآ كويسة. ازا ده كان حل لمشكلة عدم تشغيل البرنامج على جهاز اخر. قلنا ان الاختلاف بيبقى في اختلاف نسخة من اتنين وتلاتين بيت الاربعة وستين بيت والعكس. وبيكون في قاعدة البيانات التنفيذية مش بيكون في قاعدة البيانات العادية.